أخرين لتشهروا بهم في الحساب لكن شخص الذي كان هو السبب أن تنوض هذه القيمة كلها هو الأستاذ المديمي وأنا تنشكره من هذا المنبار وتنقول له شكرا ويعني هذا الوقفة اللي وقفتي معنا وهذا يعني النوضة بسببه هو وأنا تنقولها وتنعود نقولها بسببه هو ما بسببه تشي حنت أخر حنت هو عارف الخفايا والخبايا يعني القضاء يعني ما تكون بحال هاد المشاكل من نخصك تبداي من عندما نخصك تبداي بش توصلي الى هاد الشي اللي وصلنا له دابة هو مش معنا ديغاك لعندما نخصك تبداي بش توصلي الى هاد الشي دابة للمعلومية أن أنا ما تنقراش ما تنقراش ما تنقراش ما تنقراش للمعلومية أن العصابة مش كلهم مشدودين باقي وباقي التحقيق وغتنخليوا العدالة اللي تاخد مجراها والقانون يدير خدمتهم والناس النزهاء والناس الكبار اللي ديال البلاد يديروا يعني حد لهاد المهزلة اللي وصلنا لها حد فعلا مهزلة اللي استمرت سنتين وأنا متأكدة أنهم مكانش فراثهم مكانش فراثهم مهزلة ديال عامين إرهاب نفسي لمدة سنتين أنا فنحضر على راسي الناس الأخرين تتطول معهم أسبوعين وسافة لكن اللي ضربت مهزلة 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 الحمد لله أنا نحضر بشكره لكن قال لك وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم هاد الشي اللي ترى من الأشياء اللي عطتني درس في الحياة فيقتني وورتني أن الحياة لا تضحكوا لعب لا تقوم لا تقوم بالناس بشكل لأن الحياة فيها الناس اللي فيهم واحد الحقد واحد الغل واللي لا يريدون لك الخير وخات يضحكو لك وخات يبتسمو لك وخات يأكلوا طعامك وخات يدخلهم لدارك وخات يدري بهم اللي يدرك ولكن هما تتسنى وكوك تشطحي باش يتشفاوا وباش يلقوا فين يضحكو وباش يلقوا فين يجمعو وباش يلقوا فين يديروا الجماعية والقعاجة والقلسات باش يتشفاو ويديروك علكة في لسانهم النصيحة اللي بغيت نصح البنات والسيدات اللي متبعيني انا عمرك ما تقولي هذه صاحبتي إلا لما تعرفها في وقت الحزة ما تقولي صاحبتي إلا نهار اللي تكون وقت الحزة وهذه صاحبتك توقف معاك وتكون في جنبك وتشوفها أن انا حاضرة وكاينة ووقفت معاك ووقفت رجول هذيك تقولي صاحبتي الصاحبه ماشي هي وقت الحكو التفليه والجموع والعرايض لا هذيك ماشي صاحبه هذيك غير يعني معرفة غير علاقة صديق وقت الضيق الصديق تتعرفو وقت الضيق ما بغيتش نقول تفاصيل ديال هاتش اللي طاري دابا احنا كما قلت غدي نخليه القانون يخد مجرى القانون ديالبلادي قانون نازيه وأنا متأكدة متأكدة أن اللي درع الدنب وأن كل واحد عنده علاقة من قريب أو من بعيد في تأسيس ذاك الحساب في المشاركة ذاك الحساب سيأخذ جزء اه انا عارفة شكونا هي رص الحربة وعارفة شكونا هي مولة فكرة حمزة مون بابا كيناش هناك كين في دبي وهي عارفة رصة مزيان وتتفرج فيها وعارفة انت عنده شي خمسة والاستادية اللي كنت في كاونت حي تعيشة غرب هاتش نقول لك إلا ما هربتين من العدالة دابا ما غا تهربينش من العدالة الالهية ورا هربين من بين فيك الاعتبار وحس بي الله وان يعمل وكيل فيك إلى يوم الدين حس بي الله وان يعمل وكيل فيك إلى يوم الدين هاتش اللي غادي نقولك ما غا نعيرك ما غا نسبك حتى انا اصلا ما عمري ما عارت ولي سبيتش حينت عندي فلاف ولي تنزل ذاك المستوى تعيشة تهربين تعيشة تبقى في ذاك البلاد لكن غادي جي نهار غادي تخلصي هاتش كله اللي درتي بالقانون وبالعدالة الالهية اتمنى تكوني تتنعسي مرتاحة اتمنى تكوني تتنعسي بلاده اتمنى تنادي اتمنى تكوني تتنعسي بلاده اقلقى فيديو في اليوتيوب لا تكوني دي لغاية لديك بلاده مستقلق لديك اتمنى تكوني تتنعسي انا جي لديها وكل شيء مستقل لا تحتاج ايضا لكي تتعسي بلاده حياةك هذه القانون والناس المختصين والمهتمين بالموضوع كبير موضوعها ليس سهل ولا قضية حساب وتحال وتسب الناس لا 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 موضوع اكبر مما تتخيلون كبير بالزاف هناك اذا ما تقول اي واحد عنده يد من قريب او من بعين هيتشي هدي ياخد عقاب دياله ماذا كونا هو حمزة ما مو حضريننا حمزة ما بيبارة هم مجموعة هم مجموعة للناس هم ماشي واحد ماشي جوج ماذا نتوهم غير يعني بالعقل كونتو ناس ادكياء سننحضرش على الجميع سننحضر على هذا القطيع اللي كانت بعوتي وفرحان به كونتو يعني انتبهين سيبلكم انا اسزوب الكلام واسلوب يعني الكتابه اختالف كتر من خمسة ديال الناس اللي كانو تيكتبو كل مراش كولي تيكتب فيخطو في الاول مازال في الخركة بقوغاش يجوجو لثلاثة كونتو كان فيهم شي حد اللي هو قاري كان فيهم شي حد اللي هو خبيث وما قاريش وطيه ضرب الفاتسوقية كان فيهم شي حد اللي هو أمي قاريش اختالف وكينش واحد اللي عندو دراية يعني كيفاش تيكتبو يعني المقالات وعندو واحدة الاسلوب في صياغة الكلام كنتو تفهمو هذه يبكتلكم أن الحساب حمزة مابيبا ليسا هو شخص واحد في بسبب الناس اللي عجباتهم اللعبة اللي يدخلوا من مورا هالفلوس وآآآآآ رحبوا داروا فيه مال حساب ما عندوش شو مرضوض مالي كونه مستفقن رأي بنادم جلس للرد لذلك الحساب وتكتب رأي ما عندهم لخدمة لردمه عندهم غير هذك الحساب هم اللي تياكلوا منه هم اللي تسترزقوا منه فنشوف الكومنتر دجا لكم محظم محظم فىصل لحظة جلس فىوس قلت لي نموت بالضحك انا في دمية اشوفك انت كنت من الناس اللي تحطوه في ذاك الحساب كانوا تهللو بك عيدو لك عيدو لك ما عارفتش علاج انا عارف انك انت ما ما عندك علاقة في ذاك الحساب ولكن انا قلت اي حد يعني القاوا انو عندهم تواصل في ذاك الواتساب الشخص من ذاك fin الناس الانLDK لما یہ خفف او او rho اعمل الفيديو حلال اشتركوا في القناة